مبارح برضو خبر أسعدنا كتير سيدات الأهلي كرة السلة فازوا أو فوزنا ببطولة المنطقة لكرة السلة الفريد الأول بقيادة كابتن علي هاشم فاز بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد فوزه عن هذه الجزيرة 77-71 في المطش اللي تلعب مبارح على صدر رقم 2 باستاذ القاهرة الدولي الأهلي طبعا سيطر على المبرامل الأول للآخر الشوت الأول كان خلص 37-30 فريدنا كانت طبعا يعني عمل نتائج كويس في البطولة ودي أول بطولة زي الرجال الحمد لله توجنا بيها وده بداية جيدة وللأسف في المطش ده حصل حاجة طبعا أحزانتنا كلها هي أصابة ثورية محمد وقعت في المطش لقنا عليها للأسف اتنقلت على المستشفى أشعات للأسف يعني أصيبت بروباط الصليب خلينا نروح لتقرير عملناه في المباراة ونشوف إيه اللي حصل وإيه اللي تم في المباراة وكنا معاهم هناك في المطش شوفنا طبعا المباراة أغلبها وفي نفس الوقت عملنا اللقاءات مع اللاعبات والجهاز الفني نشوف التقرير ونطلع للفاصل ورجع لحضراتكم تاني الحمد لله طبعا باشكر ربنا وعلى الأول بطولة في السيزون لينا وكان بطولة مهمة وبطولة غالي علينا من الثاني فاتت قلنا مع شعين فعنفرط فيها دافع كويس لب إن شاء الله للدور المرتبط وبقى السيزون بإذن الله والله المطش فيد الراح جاي احنا طلعنا 16 بنته وبعد كده نزل تاني 7 بنته طلعنا تاني 17 بنته ونزل تاني طبعا بعد إصابة سوريا حصل لنا مشكلة طبعا الولاد فاخدوا التركيز كله مفكر في سوريا كله بيشوفه بتاعه بس طبعا مش مبرر يعني بس إن شاء الله تبقى كويسة بإذن الله الحمد لله ما فيش إصابات دلوقتي بس هتبقى سوريا بس ونالي ستبقى تخش معنا دور المرتبط احنا بنستعدله من أول الموسم هو بصراحة طبعا هي دي أول بطولة في السيزن في يعني أسف بتبقى لها حسابات تانية بتبقى أول بطولة بتبقى فرست تاب لنا إن إحنا لازم نكسب باقي البطولات بتبقى جاية لسه من السيزن اللي فات أول مرة تلعابي ماتشات بعد فترة الإعداد وبعد ما تجمعنا وكده فكل ماتش بصراحة كان لي أهمية إن إحنا نوصل للفاينل جيم فالحمد لله قدرنا إن إحنا نعمل كده وناخد كل الجيمز وين سيتيواشن وكسبنا الحمد لله يخدنا فيها أول إن شاء الله الجاي إحنا طبعا متعودين على المركز الأول بس طبعا دي خاص بطولة وراحت ملاش دعا بيها مش بنبص اللي فات المهم اللي جاي وشوصاً اللي جاي كمان أهم فإن شاء الله ربنا يكرمنا فيه بصراحة في الجزيرة فرقة جامدة جداً ويعني لازم طول ما نلعب مع أي فريق لازم نحترم كل الفرق لعبنا جامد وكلنا لعبنا كويس الحمد لله ولعبنا مع بعض ولغاية الآخر فظلنا مكتهدين وعملين نلعب حتى لما سوراية تلقت توطرنا وخفنا بس يعني كنا عايزين فعلا نكمل لغاية الآخر ونخلص ماتش على خير إن شاء الله ونتطمن عليها يعني إنه هو ما فيش حاجة فيها بإذن الله كان دايما بيقول لنا إن الديفنس أهم حاجة يعني إحنا ثم حنعمل ديفنس وريباوند إحنا هنبقى يعني حنوقفهم إنهم يجيوا بسكت وإحنا يعني عندنا كذا حد الحمد لله بيقدر يجيب سكور فإحنا كنا يعني هو كان مركز أكترية على ديفنس فهو كان كل تايموت أو كده كان بيركز إن إحنا لازم نعمل ديفنس لازم نمسك مثلا سورا نهاردة كانت مشاكوا أي سرادوة لازم نمسكهم بطارية معينة علشان نوقفهم يعني كل ماتش حنلعبه على إنه وفاينل يعني إحنا يعني أنا تعلمت في الندي الأهلية أنا عطول بحب أكسب إن إحنا كل ماتش لازم نكسبه حتى لو ضعيف جامد بإذن الله حنلعب جامد وحنلعب بمستوينا عشان نكسب بإذن الله كل الماتشوات والبطولات شكرا